لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة أي نعاس أو غفوة ولا نوم والنوم سلطان والنوم قاهر للمخلوقات لكن الله عز وجل قاهر فوق عباده ومنزه عن السنة والنوم والله حي قيوم ومن تمام حياته وقيوميته ألا ينام ألا يكفي ذكر النوم لماذا ذكرت السنة حتى لا يظن أن الله قد يخف قليلا ويستريح كما زعم اليهود وقالوا أن الله يستريح في يوم السبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وقول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ليس فقط لنفي صفة النقصان ولكن لإثبات كمال ضده فالحق سبحانه وتعالى ينفي صفة السنة والنوم وفي نفس الوقت يثبت كمال صفة اليقظة والنفي هنا في كل زمان ومكان فهو لم يحدث ولا يحدث ولا يمكن أن يحدث وحاشاه سبحانه وتعالى أن ينام ويترك الكون بلا مدبر له فإن كان النوم ميتوتة صغرى وهو محال في حق الله عز وجل فأنا لمن يقول أن ربه مات ثلاثة أيام ودفن ثم قام من موتته مرة أخرى وأن لمخلوق كالسنة والنوم أن تأخذ الخالق من خلقه ولماذا أتت سنة ونوم نكرة وليست معرفة لماذا ليس السنة والنوم لأن العرب حين تستخدم النكرة تريد الإطلاق فالله عز وجل لا تأخذه أقل قدر من السنة والنوم ولا أقصى قدر من السنة والنوم فاطمئن أخي الكريم واخفل ونام لأن ربك لا يخفل ولا ينام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر